مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتورة وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربية والتعليم حياك الله دكتورة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيك دكتورة في الحلقات السابقة تحدثنا عن قيادة الفريق وبالذات تكلمنا عن الشروط الثلاثة الأساسية اللي هي التعاضد والتكامل والغاية المحفزة اليوم نكمل في هذا الموضوع اللي هو موضوع الممكنات في البداية نعم لماذا الممكنات؟ نعم احنا تكلمنا المرة اللي راحت عن أنه أي فريق عمل لابد أن تتوفر فيه ستة شروط ثلاثة منها أساسية لتكوين الفريق وثلاثة منها ممكنة للفريق حتى يستطيع أن ينجز مهمته فالممكنات يعني يعني هي مكملة وضرورية لتحريك الفريق لا يمكن أن يجتمع أشخاص ليقوموا بمهمة محفزة وأساسية وحرجة سمناها كريتيكا للمرة اللي راحت وتتوفر فيهم كل الخبرات والمهارات والمقدرات ويحتاجون للتعاضد لبعض حتى يستطيعوا أن ينجزوا هذه المهمة ولكنهم معاقين في تنظيمهم في ما يتوفر لديهم من موارد ووسائل في ميزانيتهم أو حتى في وجود القائد الذي يعني يوجه هذا الفريق ويضع على المسار الصحيح جميل طيب دكتورة هناك يعني ممكنات ثلاثة نعم خلينا نتعرف عليها من خلالك الثلاثة الممكنات الأساسية لتمكين الفريق من العمل الهيكل والسياق والتوجيه الهيكل المناسب والسياق الداعم والتوجيه المتاح وإن شاء الله إحنا اليوم هنتوقف عند موضوع الهيكل المناسب ونخصص حلقات أخرى لباقي الممكنات جميل واضح طيب إذن خلينا نبدأ في الهيكل حدثينا شوي واشرحينا عن فكرة الهيكل نعم يعني بالإنجليزي هو the suitable structure وكثير من الناس لما تتكلم عن الهيكل التنظيمي عادة نقول الهيكل التنظيمي يفكر في المنظمة ككل إحنا هنا بنتكلم عن هيكل الفريق لكن حتى يستطيع الفريق أن يقوم بمهمته لابد أيضا أن يتوفر الهيكل التنظيمي في خارج في المنظمة نفسها كثير من الأحيان في المنظمة تسند للأشخاص مهمات هذه المهمات لا تكون لها علاقة بتخصصهم الأساسي أو بتوصيفهم الوظيفي وهذا يدل على أن المنظمة لا تستطيع أن تنظم نفسها أو معاقة في جوانب معينة أو بها ثغرات أو يوجد قلة كفاءة أو تدريب وبالتالي الأشخاص اللي هم عالي التأهيل ولديهم المقدرة على تحقيق الغاية المحفزة بالفريق ينشغلوا في ترتيبات لا علاقة لها بتوصيفهم الأساسي أو بالمهمة التي اجتمعوا من أجلها هذا ممكن يكون destruction أو يسبب تشتت عن عمل الفريق ولكن الهيكل المهم والذي نتحدث عنه اليوم فيما لو توفر كل شيء في المنظمة يكون لعلاقة بالفريق نفسه وقد يستغرب السامعين لهذا الكلام كيف يعني هيكل فريق نعم الهيكل للفريق مهم وأساسي وإذا لم يوضع بطريقة فعالة لا يستطيع الفريق أن يركز على الغاية التي يوجد من أجلها وتجدهم مشتتين بين المشاريع وبين الأفكار وبين طريقة إنجاز المهمات وبين طريقة تعاونهم مع بعض أو طريقة تواصلهم مع بعض ونعني بالهيكل المناسب ثلاثة أشياء حجم الفريق طريقة الاتصال أو قواعد وقوانين للتواصل وأيضا طريقة التعاون فيما بينهم أو المهمات التي يقومون بها ليتعاونوا مع بعض فإذا عندنا الحجم والمهمات والاتصال هذه ثلاثة أساسيات في الهيكل المناسب لابد من التوقف عندها وفهمها بطريقة أساسية يعني لو تكلمنا عن المهمات وأنا اليوم ركزت شوية عليها بشكل أو بآخر لأنه أحس أنه إذا انفهمت ممكن التانية الاثنين تنفهم بشكل واضح إذا كل عضو في الفريق لا يعرف ما هي المهمة المنوط به المناطة به ولا يعرف كيف ينجز هذه المهمة مع الشخص الآخر وهل هي حرجة أو ليست بحرجة تحديد المهمات ونوعيتها ودرجة أهميتها وطريقة يعني إنجازها بين الأعضاء هو أساسي جدا في ترتيب هيكل الفريق هذه نقطة نيجي بعد كده للحجم والاتصال وإن شاء الله حنتوقف عندهم في حلقات قادمة لأنه اليوم يمكن يعني يكون تركيزنا أكثر على موضوع المهمات جميل طيب دكتورة يليت تعطينا مثال أو مثالين من خبرتك في هذا المجال حتى تتضح لنا حتى الفكرة بشكل أكثر أنا اشتغلت مع فريق عمل يمتلك الشروط التي تسمح له بالفعالية الكاملة فريق قوي من حيث مناسبة الأعضاء للمهمات المنوطة بهم تكاملهم كل واحد مختلف على الثاني في جوانب وجود الغاية المحفزة ولكن كان هذا الفريق يدور في دائرة مفرغة من الاجتماعات المتعددة والمحاولات والاختلافات في الرأي وهذا الفريق فريق قيادي تحت يده 250 موظف قائد هذا الفريق كان أحد عملائي كنت أعمله توجيه قيادي وكان في كل مرة نلتقي فيها والتقينا عدد من المرات قبل ما ندخل في توجيه الفريق يتحدث عن أعضاء الفريق واحد واحد ومشاكلهم وكيف هو ممكن يساعدهم إنهم يكونوا أفضل وهذا طبيعي لأنه في التوجيه القيادي يعني جزء منه سلوك القائد وجزء منه سلوك التابعين نفسهم مع القائد فالقائد يأتي إلى التوجيه القيادي ويطرح مشاكله خاصة فيما يتعلق بالعلاقات نادر ما تجد قائد على منظمة كبيرة الحجم يأتيك ليسألك كيف أنظم وقتي أو أنا أشعر بكذا نادر في الغالب أنه أصلا هو ما وصل إلى هذا المكان إلا وقد تجاوز القيادة الذاتية وقيادة الآخر ولكن يجد صعوبة في قيادة الفريق لأنه هذه هي مربط الفرس كيف تتحول من قيادة الآخر إلى قيادة الفريق فجاءتني جاني هذا القائد وكان يعني مشاكله كلها حول أعضاء الفريق وبعد عدد من الجلسات والتفكير واللقاء بكل واحد منهم على حدة دخلت في اتفاقية توجيه مع كل منهم وكل منهم على فكرة هو قائد لفريق يعني فريق الفريق أعرفت كيف أو قائد القادة وجلست مع كل واحد منهم مرة أو مرتين وفهمت ما يمرون به من مشكلات مع قائدهم اللي هو أنا أصلا بسوي له توجيه ومع أفراد يعني أعضاء الفريق تبعهم هما ومع التنظيم ككل يعني لابد حتى تدخل عملية توجيه فرق العمل أن تكون ملم بالطبقات كلها المستويات كلها القيادية وملم بالمنظمة وما يحدث فيها والمشاكل الأساسية التي يعانوا منها واتضحت لي عدة مشكلات وربما يكون هذا الفريق الحقيقي مناسب إن احنا نستحب معانا في الحلقات القادمة لنضع عليه تطبيق عملي لأنه أنا استمرت معهم ستة أشهر والتقيت بيهم في كل مرة ما يقرب من ساعتين كاملة لمدة تقريبا خمسة عشر لقاء فحجم الوقت اللي قضيته مع الفريق غير حجم الوقت اللي قضيته مع كل عضو من الأعضاء من ستة إلى سبعة جلسات توجيهية يعني عدد كبير جدا من الساعات مكنني أني أنا أنقل هذا الفريق من نقطة ألف إلى نقطة بال هي كانت نهاية العمل معهم إلى بر الأمان ولنطلق على هذا الفريق اسم الفريق القيادي حتى إيش يعني يكون كل مرة نقول الفريق القيادي يصير كل المستمعين يعرفون إحنا بتكلم عنهم الشاهد فيما يخص حالتنا اليوم أن الفريق يملك هيكل توصيفي ولكن لا يملك هيكل فريق عمل بمعنى أن فعالية كل منهم في موقع الإداري والقيادي قوية يعني عرف إيش بدون ولكن فعاليته في الإنجاز على مستوى الاستراتيجي مع باقي أعضاء الفريق لاحظة حتكلم عن فريق قيادي 250 موظف هذا الهيكل اللي فوق هذه الداخلية بين أعضاء الفريق ما فيها توصيف ولا فيها مانيول ولا في أي أحد فهمهم هم كيف حيشتغلوا إذا جلسوا مع بعض ولا المنظمة كلها المنظمة كبيرة وضخمة هذا فرع من فروعها ولا المنظمة كلها فيها أي إرشاد كيف يدير كل قائد فريق العمل الخاص به في منظمته اللي هي جزء من المنظمة الضخمة الكبيرة اللي فيها ألوف الموظفين فأنا طلبت من القائد أن نسحب انسحاب كامل من العمل ليوم كامل فرتب القائد في أحد أندية الغولف انسحاب كامل ليوم كامل غرفة جميلة زجاجية مطلة على ملعب وفر فيها الإفطار ثم الغداء ومضينا فيها سبع ساعات سويا أنا ما حسمي سمع السبع الساعات هذه تدريب ولا حسميها مهارات فريق عمل ولا حسميها استشارات هي خلطة كانت جسمنا فيها الوقت ما بين أول جلسة توجيهية لفريق العمل وما بين الدور القيادي النيو كارزمي اللي هو ما تكلمنا إحنا صراحة عن أدوار القيادة لسه لأنه ما وصلنا للقيادة الاستراتيجية ولكن الدور الأول من أدوار القيادة النيو كارزمية وهو البحث عن الفرص أو بين قوسين تحليل الوضع الحالي وما هو الطريق للأمام بالنسبة لهذه المنظمة ولأننا خططنا مسبقا على التوجيه واتفقنا عليه مع كل الأعضاء واتفقنا أنه سيتم كل سبعين لمدة 90 إلى ساعتين 90 دقيقة إلى ساعتين فكان توجيه الفريق في أول اللقاء وافتتحنا به وعادة في اللقاء الأول أنا أوجه عدد من الأسئلة البسيطة وأترك أعضاء الفريق يتفعلوا معايا أدركتنا بعد اللقاء وهذه هي بعد وحرجع تاني أدرك كل واحد منهم بعد اللقاء لما التقيت بي على حدة أنه لأول مرة في حياته يشعر أنه يستطيع أن يتحدث مع الآخر من غير ما يكون العمل في الوسط بيننا إنسان لإنسان وشعروا أيضا أنه كل حياتهم مع بعض وحياتهم مع بعض طويلة بعضهم يعرف بعض عشر سنوات بعضهم خمستاش لأنه هم يعني تنقلوا في هذه المنظمة فترة طويلة من الزمن وكانوا زملاء وبدأوا مع بعض فكل واحد منهم يقول أنا كنت أعمل في جزيرة لوحدي وأعتقد أني أنا الآن مستعد للتفاعل والتعاون مع الآخر لأول مرة إدراك فنرجع مرة تانية ماذا حدث في داخل الفريق يمكن هذا الشاهد الأساسي أنه هم كانوا مو عارفين كيف يتواصلوا مع بعض ويتعاونوا ويشتغلوا مع بعض وكانت نظرتهم دائما لمشاكلهم الخاصة فيدخلوا فريق العمل أو يدخلوا اجتماعاتهم وهم شايلين معهم مشاكل التنظيم واطرحوها على الطاولة قبل ما يحلوا مشاكلهم هما فأسرة فريق عمل وبالتالي كان دائما يقف الرأي أو اختلاف الرأي حجر عثرة أمامهم في الحوار طبعا كان هذا الفريق أيضا يعاني من موضوع الاتصال كان أيضا يعاني من عقبات لها ألاقة ب ممكن كان أول عقبة ونتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية لما نتكلم عن حجم الفريق هل هل فلان معانا في الفريق ولا مو معانا في الفريق لأنه حين يكون فيه ناس في الفريق لهم التوصيف وظيفي معينة ومهمات معينة في الفريق لكنهم هم إنتجرال أو جزء أساسي لأداء المهمة حق الفريق فكانت هذه أحد النقاشات مثلا السكرتارية الـ HR اللي هم الـ Human Resources أو المواردة البشرية أحيانا يدخل شخص يكون له علاقة بالتسويق يدخل بس يحضر أحد الاجتماعات ويخرج تاني فهل تعتبروا من الفريق أو لا هذه كلها كانت نقاشات يعني محاذية لنقاشنا المسبقة نرجع لموضوع هذا الفريق وهيكلته أدرك هذا الفريق في ذلك اللقاء أنه لا يتفاعل مع بعضه بطريقة صحيحة والمهمات اللي بيقوموا بيها مع بعض ما هي productive ما هي فعالة مهماتهم كانت peripheral سطحية وتدور حول التنظيم ولا تدور حول تفاعلهم مع بعض وأداءهم لمهماتهم الاستراتيجية يعني هم فقدوا النظرة الاستراتيجية إلى النظرة الداخلية لحلول المشكلات وكان القائد حقيقة يريد أن يضع نوع من التمييز لهذه المنظمة في المنطقة وعلى المستوى الاستراتيجي الكامل للجغرافي وحتى يصل إلى هذا التمييز لا بد أن يأتي وقت له وأن يكون أفراد الفريق قادرين أنهم يتواصلوا مع بعض بشكل صحيح واحدة من النقاط الأخرى الاستراتيجية المهمة كانت كيف تتفاعل هذه المنظمة بتخصصها مع المنظمات الأخرى الموجودة أنت لك أنت تخيل لما تكون في كوربريت في أجواء كوربريت ضخمة أنه يعني أنت عندك مثلا الجماعة حقون الـ IT والـ Facilities عندك الجماعة حقون التسويق عندك الجماعة حقون المحامة وحقون الـ Legalities وعندك حقون الـ Products نفسهم المنتج وصناعة المنتج والإبداع في صناعة المنتج وعندك تبعون إدارة التنفيذ تنفيذ المنتج نفسه إذا كان مصنع إذا كان عمالة إذا كان فأنت عندك كذا منظمة تحت منظمة واحدة فكانوا هدولا أحد المنظمات وما حقول إيش تخصصهم عشان لا يعني تنصبغ أسماء أنا صبغة معينة لأنه أبغى الكلام يكون عام فكان هذا نقاشنا لكن في الحلقة في الجلسة الأولى ما ناقشنا الهيكل الخاص بالفريق ناقشنا الجزء منه بسيط ولكن تركت المجال لهم إنهم يتواصلوا لأنه أول شيء أبغى أوجد هذا التواصل فيما بينهم فهذه كانت أحد أهم الممكنات جميل المثال وفعلا أتمنى يا دكتور أن نحظى بالجلوس مع هذا الفريق القيادة وبعض عضاءه في أحد الحلقات القادمة حتى أيضا نسمع من هذا الفريق لأن واضح أن تجربتك معهم جدا ثرية دكتورة خليني أختم معك بتساؤل على مستوى هذا الفريق والفرق اللي ربما عنده نفس المثال أو أمثلة شبيهة صراع القيادات أحيانا يكون الشخص يستطيع أنه يقود ذاته ويقود الآخرين ويقود الفريق ككل ولكن أحيانا حظوة السلطة أو الرغبة في التمكن من القيادة مثل ما يحصل مثلا أحيانا لدى الأسود يعني ربما هي طبيعة موجودة عند الأسود في النهاية لابد أن أسد يقود المجموعة حتى وإن كانت هناك أسود أخرى فصراعات مشابهة ربما أيضا أن تحصل في بيئات أخرى إيش الحل لهذا النوع من الصراعات؟ هو على مستوى فريق القيادة زي الفريق اللي بتكلم عنه يوجد هذا الصراع كل واحد يبغي يكون هو الوريث الوحيد للمنصب اللي بعده وكل واحد بيسعى أنه يضع بصمته ويضع الكريديت حقه وعلى مستوى التنظيم قائد هذا الفريق أيضا يريد أن يتميز بين البييرز اللي هم المسكين المنظمات الأخرى القيادات الأخرى علشان لمن يصير في ريجنال فيس بريزيدنت أو اللي هو القائد المنطقة نفسها يكون هذا الشخص هو نمبر ون كل واحد عنده هذا الطموح مو غلط ولعب لكن المشكلة تقع لما ما يكونوا شفافين مع بعض بدرجة كافية تسمح لهم إنهم فعلا يساعدوا بعض إنهم يوصلوا يعني الشفافية في الاتصال أحد أهم الممكنات لفريق العمل فإذا فقدنا هذه الشفافية وقدرتنا على التواصل مع بعض نفقد قدرتنا على العمل مع بعض وبالتالي نفقد قدرتنا على أن يضع هذا الفريق بصمته ويضع القائد قائد الفريق بصمته وباقي القيادات كلنا نتأثر مع بعض إحنا لازم نفهم إنه إحنا في سفينة واحدة إذا واحد مننا ما قام بمهمة مالت السفينة أو حصل فيها خرم أو غرقة جميل فهذه الأساس جميل نتمنى أن تكون الشفافية حاضرة إن شاء الله دائما في بيئات العمل من أجل بيئة عمل أفضل في الختام كل الشكر والتقدير لك الدكتورة غادة استمتعنا بالحديث معك في هذه الحلقة كما كان في الحلقات السابقة أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان الشكر موصول لكم وألفت انتباهكم إلى أن الدكتورة غادة أيضا تستقبل وتتلقى الأسئلة حول القيادة الذاتية والقيادة الآخر في موقع البودكاست الخاص في هذه الحلقة وهو أيضا موقع newcharismaticleader.com وهو أيضا موجود في الوصف الخاص في الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحاية مني أنا محددكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجددا ترجمة نانسي قنقر